اشتركوا في القناة يوسف العظمى روح كبيرة متمردة رفض ان يدخل الفرنسيون سوريا من دون مقاومة فخاض معركة غير متكافئة مضحيا بنفسه ليصبح رمز الحرية والكرامة ورفض العبودية وها هو شاعرنا يقف امام ذلك الموقف المهيب بعد مرور سنوات عشر على معركة ميسلون مشيدا بتلك التضحية وذلك الفداء الشاعر خليل مردنبيغ عنوان النص يوم ميسلون يقول الشاعر ادال الله جلق من عداها واحسن عن اضاحيها عزاها فكم حملت عن العرب الرزايا كذاك الام تدفع عن حماها مضت عشر عليها حالكات كقطع الليل لم يكشف دجاها ايوسف والضحايا اليوم كثر ليهنك كنت اول من بداها زكى نبت البلاد وليس بدعا زكيات الدمى كانت حياها فديتك قائدا حيا وميتا رفعت لكل مكرمة صواها غضبت لامة منها معد فارضيت العروبة والاله فيالك راقدا نبهت شعبا وايقظت النواظر من كراها ويالك ميتا احييت منا نفوسا لا تقر على اذاها سمت بك للمعالي نفس حر لقد كانت منيتها مناها شرح المفردات ادالة نصرة جلق او جلق تمشق اضاحيها شهداؤها الرزايا المصائب الحيا المطر صواها مفردها صوة وهي حجر يكون دليلا في الطريق الكرا النوم المعالي مفردها معلات وهي الرفعة والشرف سنبدأ بشرح القصيدة نبدأ بالبيت الاول ادال الله جلق من عداها واحسن عن اضاحيها عزاها نصر الله دمشق على اعدائها والهمها الصبر على فقدان فقدان ابنائها الابرار الذين استشهدوا دفاعا عنها البيت الثاني فكم حملت عن العرب الرزايا كذاك الام تدفع عن حماها كثيرا ما تحملت المحنة والمصائب نتيجة وقوفها الى جانب اشقائها فهي كالام التي تحنو على صغارها وتدافع عنهم البيت الثالث مضت عشر عليها حالكات كقطع الليل لم يكشف دجاها لقد مرت عشر سنوات صعبة كأنها ليل طويل لن يعقبه صباح البيت الرابع ايوسف والضحايا اليوم كثر ليهنك كنت اول من بداها ايها البطل كثر هم الشهداء الذين ضحوا بانفسهم دفاعا عن اوطانهم لكن هنيئا لك لقد كنت السباق في ذلك البيت الخامس زكى نبت البلاد وليس بدعا زكيات الدمى كانت حياها لقد طاب زرع الوطن وخيراته فقد سقيت بدماء شهدائنا الابرار البيت السادس فديتك قائدا حيا وميتا رفعت لكل مكرمة صواها روحي فداؤك في حياتك وبعد مماتك فأنت منارة الأجيال إلى درب الحرية والأمجاد البيت السابع غضبت لأمة منها معد فأرضيت العروبة والإلهة لقد ثارت حميتك فدافعت عن العرب فرضي الله عنك وحصلت على احترام أبناء أمتك البيت الثامن فيالك راقدا نبهت شعبا وأيقظت النواظر من كراها أيها الراقد بسلام في قبره سمت بك للمعالي نفس حر لقد كانت منيتها مناهة إن روحك الطاهرة الكريمة ارتفعت بك إلى أسمى مراتب العزة فقد كان أملها وهدفها الشهادة الفهم والاستيعاب أولا ماذا طلب الشاعر إلى الله في البيت الأول طلب إلى الله أن ينصر دمشق على أعدائها ويلهمها الصبر على ثقدان أبنائها الأبرار الذين استشهدوا دفاعا عنها السؤال الثاني دل على البيت الذي يتضمن كل من الفكر الآتية سعي يوسف إلى الكرامة والشهادة في البيت العاشر الإشادة بدفاع يوسف عن حق الأمة ومجدها في البيت السابع استشهادوا يوسف فاتحة لتضحيات السوريين العظيمة في البيت الرابع افتداء الشاعر يوسف إجلالا وإكبارا في البيت السادس السؤال الثالث حدد الفكرة الفرعية للفكرة الرئيسة الآتية في المقطع الثالث وفق الجدول الفكرة الرئيسة هي أثر استشهاد يوسف العظمة في الشعب العربي السوري هنا سنبدأ بتفصيل الفكرة الفرعية أولا تنبيه الشعب الغافل ثانيا إحياء مشاعر العزة في نفوس الشعب ثالثا ارتقاؤه للمجد وأمنيته في الشهادة فصار قدوة للشعب ثانيا علل من فهمك النص ما يأتي تضحيات دمشق من أجل القضايا العربية لأنها كالأم التي تدافع عن أبنائها وترعاهم توافر خيرات البلاد وطيبها لأنها ارتوت بدماء الشهداء هاتي من النص دليلا على ما يأتي مباركة الشاعر شهادة يوسف العظمة في البيت الرابع عندما قال ليهنك كنت أول من بداها توالي المحن على سوريا في البيت الثالث عندما قال كقطع الليل لم يكشف دجاها السؤال الثالث قال الشاعر أحمد شوقي في رثاء يوسف العظمة لقد أوحى إلي بما شجاني كما توحي القبور إلى الثكالة وزن بين هذا البيت والبيت الثامن من أبيات النص من حيث المعنى البيت الثامن فيالك راقدا نبهت شعبا وإيقظت النواظر من كراها كل الشاعرين يرثي يوسف العظمة أحمد شوقي أثر يوسف فيه فقط أما خليل مردنبيج فقد أثر يوسف في الشعب المعنى اللفظي والدلالي وضح معنى الكلمة التي وضع تحتها خط فيما يأتي زكى نكت البلاد هنا زكى هنا زكى بمعنى نمى زكت النفس بمعنى تطهرت زكاه للمنصب بمعنى أوصى به أو أثنى عليه اختر إجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي معنى التركيب لا تقر على أذاها هو لا تعترف بوجود الأذى لا تقيم على الأذى أم لا تسكت على مضب طبعا الإجابة الصحيحة هي لا تقيم على الأذى السؤال الثالث ما الفرق في المعنى بين كل ثنائية مما يأتي زكيات ذكيات زكيات بمعنى طاهرات أما ذكيات بمعنى فطنات من الفطمة منيتها ومناها منيتها بمعنى موتها مناها بمعنى مبتغاها أو هدفها تدريبات لغوية أسند الفعل سمى إلى نون النسوة مرة وإلى واو الجماعة مرة أخرى ثم زنهما بالميزان الصرفي سمى إذا أسندناها إلى نون النسوة تصبح سمونة ويصبح وزنها فعلنا أما إذا أسندناها إلى واو الجماعة فالألف هنا تحذف فتصبح سمو ويصبح وزنها فعو جرد الفعلين الآتيين من همزة التعدية هذه الهمزة التي ترونها في أول الفعل هنا أحييت أرضيت هذه الهمزة تسمى همزة التعدية وأجري التغيير اللازم طبعا بوجود همزة التعدية يوجد مفعول به وهو العروبة كما ترون هنا بوجود همزة التعدية يوجد مفعول به وهو نفوسا والعروبة أما إذا أزلنا همزة التعدية هنا لا يوجد مفعول به لا يجوز أن يبقى المفعول به فتصبح رضية العروبة تصبح فاعل وبدل أحييت نفوسا تصبح حية نفوس تصبح فاعل السؤال الثالث ضع مكان لا النافية لا الناهية الجازمة ثم غير ما يجب تغييره فيما يأتي طلاب طبعا هذه المعلومة ذكرناها مرارا لا النافية ليس فيها معنى الطلب كما ترون لا يمد هنا لا أطلب شيئا لا يرضى الذل لا يرضى لا أطلب شيئا لا يضيع الحر حقا هنا لا يوجد طلب أما إذا حولناها طبعا يأتي بعدها فالمضارع مرفوع لا النافية أما إذا حولناها إلى الناهية الجازمة فإنها بمعنى الطلب ويأتي بعدها فالمضارع مجزوم مثلا لا يمد تصبح لا تمد للمحتلين يدا هنا أطلب منك أطلب منك أن لا تمد لا تمد للمحتلين يدا انتبه إلى الحركة لا تمد الفتحة طبعا لوجود الشدة يجب أن ينتهي بسكون ولكن السبب في ذلك وجود الشدة انتهت بفتحة لا يرضى الظل هنا تصبح لا ترضى تحذف الألف السبب لأن المضارع المجزوم إذا كان معتل الآخر يحذف حرف الألف وهو الألف تصبح لا ترضى لا يضيع الحر حقا تصبح لا تضيع حقا رتب الكلمات الآتية الأضاحي النواظر الرزايا مكرمة بحسب ورودها في معجم يأخذه بأواء الكلمات طبعا طلاب الخطوة الأولى ذكرناها سابقا نذكركم بها قبل أن نرتب يجب أن نجرد أن نعيد الكلمة إلى أصلها الأضاحي ضحى نرد الألف إلى أصلها فتصبح ضحية نواظر نظرة الرزايا رزا نرد الألف إلى أصلها فتصبح رزايا مكرمة كرمة هنا ضاد تبدأ بضاد ضحية نظرة رزايا كرمة طبعا الأولى الرزايا الثانية حسب الترتيب الأضاحي الثالثة مكرمة الرابعة هي النواظر إلى هنا ننتهي من القسم الأول من نص يوم ميسلون ترجمة نانسي قنقر